نحن في كل المراحل التي مرت شعب الوحرين مصر على الوصول إلى حالة تقرير المصير كل فصائل المعارضة ربما لديها سقوف مرتفعة منخفضة لكن كل فصائل المعارضة تجمع على أن نحن مع حق تقرير المصير الذي يختاره شعب الوحرين وسندعم هذا الحق بكل ما نستطيع من قوة أما قضية المقاومة أو ما شابه في البحرين هناك حق دفاع يعني المواطنون يهاجمون من قبل سلطات آل خليفة بواسطة المرتزقة بواسطة الدبابات في أمم من الأيام وصل هذا في بداية الثورة يواجهون بالشوزن المحرم دوليا يواجهون بالقتل وبالرصاص الحي يواجهون بالغازات السامة يواجهون بالقتل العمد في الشوارع أو في الاعتصامات يواجهون بالسجن لمدد طويلة أيضا يواجهون بإسقاط الجنسية بالنفي وما شابه شعب البحرين يدافع عن حقه في الاستمرار عندما يكون شعب أعزل ومتظاهرين لا يملكون في أيديهم شيء إلا قبضاتهم المرفوعة يهاجمون بواسطة تلك المرتزقة بجميع الأسلحة المحرمة دوليا أيضا وغيرها لذلك بعضهم يدافع عن نفسه ومن حق أي إنسان يواجه أخطار هكذا لمجرد مطالبته السلمية أن يدافع عن حقه بما يستطيع وشعب البحرين لا يملك أشياء غير أدوات غير عادية ربما يملك حجارة ربما يملك ملتوف أو ما شابه كلها من أجل الدفاع عن نفسه ولو توقفا سلطات آل خليفة عن مواجهة الناس وقمع الناس وقتل الناس في الشوارع لن تجد شعب البحرين يواجه هذه القوات أو غيرها نحن شعب مسالم يريد أن يصل إلى مطالبه ومصر على هذه المطالب والوصول إليها بأي ثمن كان فنطالب بكل عقلانية وبكل استعداد للمناقشة من أجل الوصول إلى ذلك لكن في الحقيقة ليست هناك ثقة بين أبناء شعبنا وسلطات آل خليفة للتجارب المريرة التي مر بها شعب البحرين ولم يستفد منها أبدا حتى على مستوى الوعود من أعلى سلطة في البلاد ملك البلاد نفسه يعني نكث بها وتراجع عنها وحتى مساحة الحريات التي كانت موجودة في بداية الألفين المشروع الإصلاحي كل ذلك تم مصادرته تماما